عباد الله أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم أقول لك إن دعوة الحق مهما حضم فهي منصورة أبشر أفق فقد غلبت الأمراض وحل العجز واشتعل الرأس شيئا أفق يا رجل صار المسلم اليوم مرادفا للإرهابي وصار الإسلام اليوم دين إرهاب وحشية فهذا كله مقصود من أجل أن يهزم المسلم هزيمة نفسية إن كنت مؤمنا فأنت أعلى لأن الله قال للمؤمنين وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين العزة لكم والمجد لكم والكرامة لكم أنت تعبد الله وتؤحده وغيرك يكفره ويشرك به أنت لا تسجد لأحد ولا لشيء دون الله وغيرك يسجد لمخلوقات الله أنت تتبع خير الرسل وخير البشر وغيرك يتبع زبالات الأبهان ونفايات الأفكار وخمامات الأمم أنت مسلم فاعتز بإسلامك واستعل بإيمانك لا تكن وضيعا ولا دليلا فإن ذلك لا يجتمع مع الإسلام في قرن الإسلام دين العزة دين الرفعة دين الكرامة كما أنه دين العز ونفي الجور ينبغي علينا أن لا نلتفد إلى ما يشيعه الآخرون من وسائل لهزيمة المسلمين نفسيا الحق قوته فيه والحق منصور ومضطهد دوما فلا تبدأس ولكن الناصر له الناصر للحق وإن بدأ في عين المرء ضعيفة الناصر للحق وإن بدأ بادي الرأي مهينة والعزة للحق لأن الله ناصره والله رب العالمين ينصر أولياء ويخضل أعداه لا تستهينوا بالنعمة التي أنعم الله عليكم بها أنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين اعتز بإسلامك ولا تنهزم إن الذي قال بقطع يد السارق هو الله والذي قال بجلده ظهره القادث والزان هو الله والذي أمر برجم الزان المحصن رسول الله صلى الله وسلم ويبارك عليه والدين ليس أخفاً على الحدود فهذا جزء من تعلم دين ربك الذي شرفك بالانتماء إليه ولا تضيع وقتك وعمرك ورأس مالك في قيلة وخال وكثبت السؤال والتسكع على أبواب الأفكار وإلا لتحرفن عن الصراط المستقيم وقد بلغتك والله يرعاك وهو مولايا ومولاك وهو نعم المولى ونعم النصير ترجمة نانسي قنقر